تطوير قطاع التعليم عهد زهر نعيشه اليوم ونقطف ثماره عهد جاء به جلالة الملك المفدى حفظه الله لتسير على هداه خطط التنمية الشاملة ومن بوابة التعليم فإن وزارة التربية والتعليم دأبت على الدفع بمسيرة التعليم بما يواكب المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى فحققت العديد من الإنجازات من خلال مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم التي أتت بنتائجها الإيجابية على مخرجات التعليم في البحرين وها هي الوزارة في صدد إطلاق مشروعها الوطني الجديد وهو مشروع المنهج الوطني تناولنا كلمة جلالة الملك حفظه الله ورعاه في الافتتاح الدور التشريعي لمجلس النواب وحاولنا نحلل هذه الكلمة ونخرج منها بمفاهيم وقدرات وبخارات نؤكد عليها في مناخج الوطنية وبالفعل واهتماما بحق التعليم للأفراد تواصل الوزارة العمل في مشروع دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة كان آخرها دمج الطلبة الصم في المدارس الثانوية هذه إضاءة في تاريخ التعليم في البحرين ندمجنا الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة مع طلبها العديد ولم نستثني سواء كان صعوبة التعلم أو عقاة بسيطة أو عقاة عالية شوي وبموازات ذلك فإن المشروع الوطني لتطوير التعليم قدم العديد من المبادرات في سبيل الارتقاء بالكادر التعليمي ولعل من أهمها هو إنشاء كلية متخصصة لإعداد وتدريب المعلمين فإنشاء كلية البحرين للمعلمين ساعدوا بشكل كبير في إمداد النظام التعليمي بالكوادر البحرينية المتميزة من خلال التزام الوزارة بتوظيف جميع خريجيها الكلية تلعب دور بارز في بحرنة الوظائف التعليمية نحن في وزارة التربية والتعليم حققنا مستويات عالية جدا من بحرنة الوظائف في الإناث مستويات فاقة التسعين في المئة وقاربة المئة في كثير من المدارس والآن هناك تركيز أيضا على مدارس الذكور وباعتبار كلية المعلمين أحد الروافد الأساسية للتعين على وظائف التعليمية في وزارة التربية والتعليم فإن خريجين هذه الكلية تم توظيفهم بشكل كلي جهود مستمرة من الوزارة لجعل ركب التعليم ومخرجاته على مستوى التقدم الحضاري الذي تشهده المملكة استراتيجية وطنية متكاملة كفيلة بتلبية كل ما يتطلبه سوق العمل وبما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية وبما يظهر مستقبل البحرين على درجة عالية من الرقي بسر نبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين